نقلت وسائل إعلام السورية رسمية عن الجيش قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في غارات جوية إسرائيلية ذكرت وسائل الإعلام أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم جوية إسرائيلي سهدف نقاطا بمحيط محافظة طرطوس الساحلية وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت أيضا لأهداف معادية فوق سلسلة جبال القلمون قرب الحدود مع لبنان وأفاد بيان للجيش السوري بوقوع هجومين إسرائيليين متزامنين بالصواريخ الأول من جهة جنوب شرق بيروت استهدف ريفا دمشق وآخر جاء من قبل البحر مستدفا بعض النقاط في محافظة طرطوس